الموضوع يهدى هناك في فلسطين، في غزة موضوع يهدى ونستدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعرض بس ما فيش حاجة بتحصل يعني تقريباً لحد دلوقتي اللي أنا بكلمكم فيه دلوقتي في ناس عملة تموت وما فيش حاجة بتحصل عمر أديب ندافع عن بيومي فؤاد لو بيعرض في إسرائيل مش هتعملوا مع كده وفاء عمر تعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام مش قادر يقف على المسرح السلام عليكم لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة عمر أديب يدافع عن بيومي فؤاد لو بيعرض في إسرائيل مش هتعمله مع كده علق الإعلامي عمر أديب على الأزمة بين الفنان بيومي فؤاد وزميله الفنان محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة في مصرحية زواج استناعي بموسم الرياض بالسعودية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وهجوم الأول على الثاني في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقال أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية عبر قناة MBC مصر قال أحد عن الهجوم الذي طال بيومي فؤاد بعد رضيه على محمد سلام اللي انتو بتعملوه مع بيومي فؤاد ده هو الراجل عمل إيه؟ إيه اللي انتو بتقولوه عن الراجل؟ إيه الشتيمة الأبيحة دي؟ ده لو بيعرض في إسرائيل مش هتعمله معا كده؟ إيه الهستيريا دي؟ وأضاف متضايق من بيومي فؤاد وشايفه عبد للفروس والمدة ومش شايف فلسطين؟ انتو شايفين اللي اتعمل في بيومي النهارده قد إيه اللي عمله؟ هل العقاب الجماعي الأسطوري المعمول ده قد الكلمتين اللي قالهم على المصرح هو عمل إيه؟ الراجل بيشتغل شغلته بيشتغل ممثل إيه السر؟ وتابع أديب أول مبارح كان فيه سبع مطربين مصريين بيغنوا ففوظات ولا حد قرب لهم فمصر عدد من الحفلات ولا حد قرب لهم إنما هو عشان في الرياض أنا بتكلم بصراحة يعني هو عمل إيه؟ واللي معاه عملوا إيه؟ وفاق عامر تعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام مش قادر يقف على المصرح تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد هاشتاك المتداولة عبر موقع X وذلك بعد تصريح له على أنه السبب وراء استبعاد الفنان محمد سلام من مصرحية زواج اصطناعي والمعروضة ضمن موسم الرياض في السعودية ليخرج بيومي على جمهوره في نهاية عرض المصرحية مساء أمس ليوضح موقفه من الفيديو المنتشر لمحمد سلام بشكل واضح وصريح وهو الفيديو الذي اعتذر فيه محمد سلام عن بطولة المصرحية وقال فيه أنه لا يتخيل نفسه ويرقص ويضحك في العرض المصرحي ومئات الأطفال والنساء يتم قتلهم في غزة ورد بيومي على سلام في كلماته التي صورها الجمهور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من حقك تعتذر عن المصرحية بس مش من حقك أنك تغلط في فنك إحنا مش بنيجي عشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فن مصري وإنتم تحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا وتابع شيء عظيم أن الفنان يقول له جمهور في كل الدول شيء عظيم أن أنا تصور مع شاب سعودي أو تصور مع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي وهنا هحاول أخفف على رجل أنقذ موقف وكان رجل أدها اسم محمد أنور اللي حل بديل لمحمد سلام وتعرض لانتقادات لازع السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حمد أسماعيل يرد على انتقادات كاملة بودكري لبيومي فؤاد هل السعودية أصبحت إسرائيل؟ علق المنتج حمد أسماعيل عن انتقاد المخرجة كاملة بودكري والجمهور للفنان بيومي فؤاد وذلك بعد تصريحاته في انتهاء عرض مصرحيد زواج اصطناعي ضمن موسم الرياض وقال حمد أسماعيل خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب ببرنامج الحكاية في مخرجة واتهيم بيومي فؤاد مش حنخاف وما يقدم لنا هنا كبير وتسأل هي السعودية أصبحت إسرائيل يعني؟ وتابع بتخوفون ليه؟ كل حاجة في المملكة بتتقدم على أعلى مستوى وجميع الفنانين المصريين واحتفاء كبير لو هي أصبحت إسرائيل قللنا السعودية طول عمرها دعمة لمصر وقال حمد أسماعيل الفنان المصري أول من يكرم والناس بتستقبلنا بسلوب لائق ومرحب وبشهادة أي فنان مصري واللي بيحصل حاليا تخويف بتخوفون ليه؟ إيه الغلط اللي بيعملوا الفنان؟ وتابع الفنان بيقدم شغله بيجي المملكة يكرم في أي حدث ويحصل الفنان على فرص في عمله ومن حقه أنه يقدم الشكر وده بيحصل في كل البلد العربية كاملة أبو ذكري لبيومي فؤاد لو اللي بتقدمه بتسمي فن فلا يشرفني أن أكون زميلة لك انتقدت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري ما قام به الفنان بيومي فؤاد في عرض مصرحي بمهرجان الرياض من خلال كلمة وجهها للجمهور في ختام عرض مصرحية زواج اصطناعي والمعروضة بموسم الرياض الحالي وتعود بداية القصة إلى قيام الممثل المصري محمد سلام بنشر فيديو قبل عدة أيام يعلن فيها اعتذاره عن المشاركة في العرض المصرحي بسبب عدم رغبته في تقديم أعمال فنية في الوقت الذي تشهد فيه غزة حرب الإبادة التي تشنوها إسرائيل لكن بيومي فؤاد والمشارك في المصرحية التي انسحب منها سلام قال في نهاية عرض المصرحية من حقك تعتذر عن المصرحية بس مش من حقك أنك تغلط في فنك احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم احنا بنقدم فن فن مصري وانتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا وتابع شيء عظيم ان الفنان يكله جمهور في كل الدول شيء عظيم ان تصور مع شاب سعودي او تصور مع سيدة سعودية وهي تعلم اني مصري انا بشرف بلدي وهنا ححاول اخفف على رجل انقذ الموقف وكان رجل ادها اسمه محمد انور اللي حل بديل لمحمد سلام وتعرض لانتقادات لذع وختم بيومي فؤاد كلامه قائلا انا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف كتر خيركم احنا بنتعب ونشأ عشان نقدم فن تظاهرات قرب البيت الابيض تضامنا مع فلسطين وتهديدات بعدم دعم بايدن في الانتخابات تظاهر الاف في العاصمة الامريكية واشنطن السبت مطالبين بوقف اطلاق النار في ظل تدهور الوضع الانساني في غزة واوضحت شبكة ال سي ان ان الامريكية اليوم ان حجدا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تجمعوا في ساحة الحرية في العاصمة الامريكية داعينا الى وقف اطلاق النار في غزة وطالبوا كذلك بوقف المساعدات الامريكية لاسرائيل وامتلأت ساحة الحرية الواقعة بالقرب من ناشونال مول والبيت الابيض بالكامل تقريبا بالمتظاهرين الذين كانوا يرتدون ملابس حمراء وخضراء وسوداء ويلوحون بالاعلام الفلسطينية والان اعزائي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤالا واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع محمد سلام من ظلم لا تنسوا ان تشاركونا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اول باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة